مشاهدين الكرام في كل مكان سلام المسيح مع حضراتكم وبرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب بعد فترة من الزمن والانقطاع الطويلة أخيراً التقى الصديقان مرة تانية فسأل الصديق صديقه وقال له بقالي فترة من الزمن مش افتكش فرد عليه وقال له أصلاً مش عايش هنا أنا من فترة طويلة هجرت وعايش في أمريكا فنظر إليه صديقه بنظرة فيها اندهاش وقال له أمريكا ده أنا سافرت السنة اللي فاتت أمريكا ولو أعرف أن أنت كنت عايش في أمريكا أنا كنت أكيد حاولت أن أنا ألتقي بيك فرد عليه صديقه وقال له أنت زرت أمريكا عادت فيها إيه فقال له أنا عادت فيها شعر زرتها قال له طب وتفسحت فيها قال له آه طبعاً اتفسحت أنا رحت وشفت بورج إيفل وكمان اتمشيت في شارع الشانزليزي فنظر إليه صديقه وقال أنت مش بتكلم عن أمريكا أنت بتكلم عن باريس تكلم عن فرنسا قال له لا أنا بقول لك أمريكا ده أنا حتى ركبت الطيارة من القاهرة لأمريكا وخدت أكتر من خمس ساعات فنظر إليه صديقه وقال باندهاش حبيبي انت بتكلم عن فرنسا مش بتكلم عن أمريكا لأن أمريكا علشان بس توصل لنيويورك اللي هي بداية أمريكا انت بتحتاج أكتر من 11 ساعة ولو هتوصل إلى كاليفورنيا هتحتاج إلى حوالي 14 ساعة أو 15 ساعة قال له لا أنا بقول لك أنا رحت أمريكا وأنت هتكذبني واشتريت كمان مشتريات من هناك وانبسطت ورجعت فقال له بس أنا بقول لك أنه أنت مروحتش أمريكا اللي أنت بتقوله ده مش هو أمريكا فنظر إليه صديقه وقال له يعني أنت بقال لك 20 سنة عايش في أمريكا ومش عارف أمريكا أكيد يا عم أنت يعني جاهل حتى بالبلد اللي أنت عايش فيه ده بالزبط ملخص لما يقوله القرآن عن المسيح وما يقوله أو ما تقوله الأنجيل عن شخص المسيح القرآن يقول معلومات خاطئة عن المسيح ويحاول أن يقنعنا أن ما يقوله عن المسيح هو صح مع أنه ما كانش شاهد عيان ومع أنه أتى بعد المسيح بـ 600 سنة لكنه يحاول أنه يدمر الإيمان المسيحي اللي انتشر في كل العالم واللي شاهد عنه شهود العيان كويس وكانوا عايشين مع المسيح وكتبوا عن حياة المسيح ويحاول هو أن يقدم لنا إنجيلا مزيفا ولما تقوله أن اللي انت بتقوله عن المسيح مش صح يقولك أنت كتابك المحرف أنت لما تعرفش حاجة عن المسيح الإسلام جاء بالحق عن المسيح أما أنتم فقط زورتم وحرفتم الأنجيل وش كده هكمل النهاردة اللي احنا بدأنا الإسبوع اللي فات عن المسيح المزيف وقلنا أنه إزاي وبأي منطق وبأي منطق يأتي الكرآن بعد 600 سنة ليتحدث عن المسيح لكنه يقدم لنا شخصا آخر مختلفا عن المسيح الذي نعرفه والذي أعلنت عنه الأنجيل المقدسة محاولا أن يطعن في مصداقية ما سجل من مئات السنين ولما تختلف معاه يقولك أنت أنجيلك المحرف وش كده المسيح المزيف الإسبوع اللي فات كلمنا عن بعد من الثلاث أبعاد الأساسية عن المسيح المزيف أنه التفاصيل ميلاد المسيح تفاصيل مختلفة تفاصيل عن مريم خاطئة مريم ابنة عمران أخت هارون كويس تفاصيل أيضا عن أين ولد المسيح تفاصيل خاطئة والنهار دا نحاول نكمل اللي احنا بدأنا الإسبوع اللي فات نتكلم أيضا عن حياة المسيح كيف قدم القرآن حياة المسيح وكيف تحدث عنها وإن شاء الله الإسبوع الجاي نتكلم عن النقطة الجوهرية الأساسية الأخرى وهي صلب وموت المسيح لكن في الجزء دوا حاببتكلم عن المسيح المزيف اللي بدأنا من الأسبوع اللي فات في ميلاده في ميلاده شفنا أنه فجاءها المخاض إلى جزء النخلة ده بيكلم عن مريم هنا قالت قالت يا ليتني مدت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجزء النخلة تساقط عليك رتبا جنيا الصورة دي مش موجودة في الأنجيل الصورة دي صورة ميلاد المسيح مش موجودة في الأنجيل لا موجودة في إنجيل متى ولا موجودة في إنجيل لؤ اللي حدثنا بالتفاصيل عن ميلاد المسيح مفيش واحد منهم بيقول لنا إنه إنه جاء هالمخاض عنده جزء نخلة وزي ما قلت مرة اللي فاتت إنه الكاتب الكرآن هو كاتب بدوي صحراوي لا يفقه شيء عن الطبيعة والجغرافيا الخاصة بمنطقة اليهودية زي ما زي ما واحد كل اللي يعرفه في الحياة هو النخلة فإذا حاولت تشرح له شجر الجميز أو شجر التين أو أي حاجة يعني مش هيتخيلها ولو كلمت عن أي أشجار يقول لك آه زي النخلة اللي عندنا هو كل اللي يعرفه في حياته هو النخلة الكتاب مؤدس لأنه كتبوا شهود عيان الأناجيل ما نجيتش أبدا فيه ذكر للنخلة نجد مثلا شجرة الجميز نجد التينة نجد الكروم كويس لكن ما نجيتش النخلة نخلة دي يعني طبيعة صحراوية ما كانتش موجودة في منطقة اليهودية زي النهد ده لو نزلت انزل إلى إلى مثلا روح ميتشجان أو روح انديانا أو روح نيويورك أو بنسلفينيا أنا عيشت مثلا في بنسلفينيا سنين طويلة عمري ما شفت نخلة لأن المنطقة البردة اللي فيها درجة الحرارة أقل من الصفر صعب جدا أن يكون فيها نخل شفت فيها كل أنواع الأشجار لكن ما شفتش فيها نخيل لكن لما تروح كاليفورنيا أو أريزونا أو تيكسس أو يعني نيو ميكسيكو هتلاقي النخل ده في كل مكان لأنه الطبيعة طبيعة صحراوية موجود متوفر وعش كده بقول أنه كاتب الكرآن هو لا يفقه شيء عن الطبيعة اللي موجودة في اليهودية هو كل اللي يعرفه عن الطبيعة هو النخلة الصحراوية وعش كده لما اتكلم عن ميلاد المسيح قالنا تفاصيل غلط لكن ما ذكرش حتى خلوا بالكو يعني زي ما احنا بنقول يعني التفاصيل هو يخاف منها جدا كاتب الكرآن يخاف يدخل في التفاصيل التفاصيل الخاصة بميلاد المسيح والتفاصيل الخاصة بحياته والتفاصيل الخاصة بصلبه يخشاها ليه؟ لأنها هتبين هتبين لينا أنا معرفش حاجة لكن لما تيجي إلى الرواية الإنجلية لما تيجي إلى الأنجيل وهي بتتكلم عن ميلاد المسيح شوفوا مثلا زي ما قلت لحضراتكم إنه الكرآن لا يذكر أشخاص ولا أحداث ولا يذكر حتى أحداث عالمية ولا أشخاص ولا أماكن هو جزع نخلة طفين الجزع نخلة ده نجيبه منين يعني الجزع النخلة اللي بتتكلم عنه ده لما نقرأ مثلا في إنجيل نخد مثلا إنجيل متى كويس يكلمني مثلا ولما ولد يسوع في بيت لحم اليهودية في أيام هيروديس الملك أقدر أنا من خلال السجلات اليهودية أقدر أعرف إمتى حكم هيروديس الملك وأقدر أعرف إن هيروديس الملك ده شخصية تاريخية وأعرف الأحداث المرتبطة بهيروديس الكبير الذي كان ملك في اليهودية وأعرف عن حياته وأعرف عن أعماله وأعرف عن موقفه تجاه المسيح المولود أعرف على الأشياء دي الأشياء دي تاريخية هو لا يذكر عنها شيء لأنه لا يعرفها ما يعرفهاش فبالتالي بيشتغل بزكاء أو خلينا أقول بمكر نيجي مثلا إلى إلى إنجيل إنجيل لؤة إنجيل لؤة لما كلمني عن ميلاد المسيح في أصحاح اثنين من إنجيل لؤة وفي تلك الأيام خلوا بالكو هنا لما يكلمني في تلك الأيام هيقول لي تفاصيل أقدر أعرف منها الأيام في تلك الأيام صدر أمر من أغسطس قيصر يبقى مين اللي كان قيصر روما أغسطس أغسطس قيصر بأن يكتتب كل المسكونة أقدر أجيب تواريخ الاكتتاب الإحصاءات اللي حصلت أقدر أجيب تواريخها دي سجلات مش بس يعني دي سجلات عالمية مرتبطة بمملكة ما مرتبطة بزمن ومكان معين وموثقة أقدر كمان يقول لي وهذا الاكتتاب الأول خلي بالكم يعني في اكتتاب أول وفي اكتتاب تاني شوفوا دقة التفاصيل اللي بيقولها لنا الأناجيل وهذا الاكتتاب الأول جرى إسكانا كيرنيوس والي سوريا يعني أقدر أعرف كمان مين اللي كان في ذلك الوقت مسؤول عن المقاطعة الكبيرة اللي هي مقاطعة سوريا الكتاب مؤدس عمره ما يخاف أن يذكر تفاصيل عارفين ليه؟ لأنها حقيقة لأنها لأنه شاهد عيان لأنها موثقة أما كاتب القرآن فيخشى أن يذكر أي شيء لا يذكر المكان جزع نخلة فين؟ جزع نخلة جزع نخلة ده كانت مسافرة مثلا بدل ما تسافر من الشرق إلى الغرب كان راحت من الغرب للشرق دخلت صحرة تاهد في صحرة جزع نخلة ده بنقرأ عنه على فكرة والرطب والتتساقط وإلى آخره بنقرأ عنه في أحد الأنجيل المنحولة وعشان كده المصدر الذي أخذ منه القرآن لم يأخذ من الأنجيل المعتمدة لكنه رجع إلى الأنجيل المنحولة وغير حتى يريد أن نقل نفس القصص اللي موجودة في الأنجيل المنحولة لا لا هو غير فيها شوية النخلة في الأنجيل المنحولة مش مرتبطة بميلاد المسيح النخلة في الأنجيل المنحولة مرتبطة بهجرة المسيح وبهروبه إلى مصر لما ظهر ليوسف ملاك الرب وقال له لا تخف أن تأخذ مريم والصبي وانزل بيهم إلى مصر لأنه هيرودوس مزمع أن يقتلوا فأخذ مريم وأخذ الصبي معاه ونزله إلى مصر ممكن وهم نزلين من اليهودية هيخشوا إلى منطقة سينة ومناطق دي هيلاقي فيها نخل كويس لكن مش مرتبطة بميلاد المسيح لأنه ولد في بيت لحم اليهودية فالنخلة أساسا مرتبطة بي أقولكم هنا مرتبطة بسفر العائلة المقدسة وهربها إلى مصر وبتقول الأنجيل المنحولة النص بيقول بالتفصيل هذه القصة قالت مريم ليوسف دعني أرتاح قليلا في ظل هذه النخلة بعد سفر طويل قالت له يوسف خليني أرتاح تحت هذه النخلة وألفت وألفت مريم نظرها على رأس النخلة وقد جلست وإذ رأته ممتلئا بصت على النخلة على رأسها لقيت النخلة ممتلئة فقالت ليوسف أريد عيزة من الرطب دي أريد إن كان ذلك ممكنا في الحصول على بعض ثمار تلك النخلة يوسف ما كانش قادر يطلع النخلة ولم يستطع أن يحقق طلب مريم في أنه يأتي بثمار النخلة لها مين بقى اللي سمع طلب مريم الصبي الصغير يسوع فتكلم يسوع هنا تكلم يسوع الطفل الرضيع بحسب الإنجيل المنحول قال الطفل يسوع الذي كان في ذراعي العذراء مريم أمه قال للنخلة أيتها النخلة احني أخصانك واطعم أمي من ثمارك فانحنت النخلة وهنا مريم خدت من ثمارها وبعد ما خدت من ثمارها استقامت مرة تانية النخلة يبقى النخلة أساسا القصة حتى في الأنجيل المنحولة يوم ما نقلها نقلها غلط هي مش مرتبطة أبدا بميلاد المسيح لأنه معروف أن المسيح ولد في بيت العب وكان لازم يولد في بيت العب تحقيقا للنبوات النبوات اللي تقلت في ميخا أصحاح خمسة وعدد اثنين عن مكان ميلاد المسيح لابد أن يولد المسيح في بيت لحم اليهودية لكن هو لا يذكر مكان ولا يذكر تفاصيل هو بياخد حتة من هنا وحتة من هنا ويقدم لنا مسيح ولنا هو المسيح بتاعك وأنا بقى علي أصدقه وأكذب الأنجيل مع أنه لا يقدم دليلا واحدا منطقيا أو تاريخيا لكن قلنا نكمل مع بعض كلامه في المهد المسيح تكلم في المهد يا لها من معجزة فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا سريا وبعدين بدأت الاتهامات توجه لها ده نحن عارفين أبوك هارون ما كان أبوك أمرا سويا وما كانت أمك بغية يعني الاتنين كويسين يا مريم أنت جبت الولاد دامنين أنت لي سلاكتي سلوك منحرف يا مريم أو مريم عندها شرد فأشارت إليه أشارت إلى الصبي الطفل الذي تحمله قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا إزاي نحن نقدر نتكلم واحد لسه صغير هنا بقى قال عيسى إني عبد الله أتاني الكتاب واجعلني نبيا برضو الرواية دي منجدها في الأنجيل المنحولة وبنجدها في الإنجيل إنجيل مريم أو إنجيل الطفولة المنحول اللي المكتوب أساساً بالسريانية وبعدين الترجم إلى العربية في القرن الخامس الميلادي والنسخ والنسخ اللي موجودة منه النهاردة تعود إلى القرن الـ 12 والـ 13 الميلادي بيتكلم عن إنه المسيح تكلم في المهد الأنجيل الأنجيل لم تذكر هذا مش لأنها بتقلل من المسيح لا 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 لأنه ده ما حصلش لأنه في نظر كل الناس المسيح هو أبن يوسف رسمياً لما يوسف عرف إنه مريم حامل هو أراد تخليتها سراً ده كان حاجة بينه وبن نفسه ولم يشهرها فأخذها وفي نظر الناس صارت له زوجة لكنه لم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر فاللي بيقول الكرآن مش جايبه من الأنجيل ده جايبه من الأنجيل المنحولة اللي الكنيسة رفضتها واعتبرتها غير قانونية وجاي يفردها علي ويقول لي هي دي صح طيب نيجي إلى حياة المسيح يبقى شفنا قد إيه إنه ميلاد المسيح فيه تفاصيل كثيرة جيدة هو بيكلم عن فرنسا على أساس أنها أمريكا هو بيقول لي المسيح بيقدم المسيح بس المسيح اللي بيكلم عنه حتى في ميلاده مسيح مزيف يختلف يختلف عن المسيح الذي كتبت عنه الأنجيل بكل وضوح وعن ميلاده نيجي لحياته ماذا قال الكرآن عن حياة المسيح لم يذكر الكرآن شيئا عن حياة المسيح بيز كل ما ذكر عن حياة المسيح أنه صنع معجزات ونشوف حتى الغرض من صناعة المسيح للمعجزات يختلف كليتا عن المسيح الذي كان يقول ويصنع خيرا ويشفق كل المتصلط عليهم إبليس لكنه مثلا لم يذكر عن تعليم المسيح شيئا لم يشر عن قريب أو عن بعيد إلى المعواز على الجبل معنى لب تعليم المسيح لم يذكر شيئا عن أمثال المسيح التي كان يعلم بها ما ذكرش لنا حاجة هو المسيح بالنسباله زي الماجيشن الساحرة اللي بيعمل معجزة بس وبيعمل معجزة بغرض أنه يدافع عن نفسه مش شفقة ورحمة على الآخرين طيب ناخد مداخلة ونجد نكمل مع بعض الأخت فريال من إنجلترا أهلا أخي أشرف أهلا بك أخي أشرف أنا واضخة الرب يعطيك السنارة الروحية وحتوفي وتكفي عن الموضوع بس أنا تعليقي هو بالأساس القرآن لما يكتب عيسى هو منه عيسى إحنا ما نعبد شخص اسمه عيسى نعبد المسيح له كل المجد اللي إحنا اسمنا مسيحيين اللي كان سمونا عيساويين أو بالبداية كان في أعمال الرسل سموهم أهل الطريق هاي النقطة النقطة الثانية يا أخ أشرف القرآن هو بالضبط مثل حضرتك المثل اللي أعطيته شاهد ما شفش حاجة لأنه كاتب القرآن فعلا جاهل هي فيه امرأة يجيها المخاف ومتقلمة من الولادة تقدر أن تهس جذع النخلة وثانيا المرأة هل هي يعني دتولت في الخلاء في صحراء مكان مكشوف تحت النخيل الرب يعني الرب يرحم يعني فعلا جهل في جهل وأخ أشرف عندي ملاحظة الرب يباركك آخر رد اللي كنت دتريت حضرتك على دكتور منقذ السقار اللي آخر شيء لما طلبت منه أن يعمل مفارقة بين محمد والمسيح له كل المش ما عمله وهذا أكبر نصر وأكبر شهادة أنه لن يستطيع لأنه باعترافه أنه المسيح هو الله فكيف نعمل مقارنة بين المسيح له كل المش كإنسان بدون خطيئة وهو الله وهو فقط الله اللي بدون خطيئة بين محمد اللي مليان الخطايا من رأسه إلى ساسه وبالأخير مات ولحق الشيطان وهم اللي راح يتبعوا أيضا للهلاك لكن احنا نصلي من أجل أنه الرب يلمس قلبهم ويعرفون للإله المخلص يقفون أمامه كمخلص وليس كديا باسم الرب يسوع وصلي يوميا هذا الصلاة شكرا لك ودي أشواء الرب وأشواءنا أيضا أن الله يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون احنا بنحب اخواتنا المسلمين بنصلي لأجلهم وكل ما نقدمه في القناة الحياة بنقدمه بدافع حب حقيقي لاخواتنا المسلمين وإن كنا بنناقش هذه الموضوعات أو موضوعات أخرى فإحنا لابد أن نفتحها لأنه لابد أن نميز ما بين الحق وما بين الضلال ما بين النور وما بين الظلمة بين الحياة وبين الموت شكرا لكي أخت في ريال زي يعني الاختلاف ما بين المسيح ابن مريم في القرآن والمسيح يسوع المسيح في الكتاب المعدس اختلاف كبير جدا اختلاف كل واحد فيهم بيكلم عن شخص مختلف أنا بوصل في الكونكولوجين لكده مش هو مش هو نفس الشخص أو أو واحد بيقدم شخص مزيف غير حقيقي هو هو ممكن يعني دايما المزيف بياخد جزء من الحقيقي بس يشوه يعني انت لو مسكت دولار مزيف لو انت مش خبير هتقول اه ده شكل دو لكنه لا ده فيه اختلافات أساسية وجوهرية جدا تجعل من هذا مزيف وهذا حقيقي وعش كده الفيديو الاولاني اللي انشوفه هو فيديو بيقول لنا انه انه فعلا اه فيه اختلافات جوهرية أساسية بين المسيح في الكرآن والمسيح في الكتير المعدس هذه الاختلافات تبنى عليها عقيدة وتبنى عليها مش بس عقيدة تبنى عليها حياتنا الأبدية نظرتنا وكيف نرى يسوع المسيح هلو نشوف الفيديو الاولاني ونكمل مع بعض ممكن على اساس هتقول ان يسوع غير عيسى الخلاف حول الاحداث التاريخية ما بيننا والخلاف حول الايمان الخاص بهذه الشخصية ما بيننا يبقى يبقى الاختلافات حول 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 الاحداث التاريخية يعني 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 الاحداث التاريخية هو هنا هنا طبعا اصده الاساسي الصلب لا بس احنا الاحداث التاريخية برضو مرتبطة بالميلاد وحياة المسيح واشياء كثيرة جدا والايمان ما الايمان بيبنى على نص الايمان مش مش مجرد ايمان كده مبني على تخيلات الايمان بيبنى على نص والنص المقدس عندنا هو الكتير المقدس والنص اللي مرتبط بحياة المسيح ويقدم لنا شخص يسوع المسيح هو الانجيل الاربعة اللي منها بنعرف مين هو يسوع وماذا فعل وماذا علم وكيف برهن على محبته لنا وكيف مات وكيف قام كل ده مهم جدا فده بيخليني ارى ان ما يقدم القرآن عن المسيح هو مسيح مزيف لكن ما يقدم الكتير المقدس والانجيل عن المسيح هو المسيح الحقيقي وعشان كده ما فيش ابدا حد من المسلمين هيشجع حد انه من اتباعهم انه يدور في الكتير المقدس عشان يعرى من المقارنة دي هو يخاف انه يرجع لكتير المقدس كتير من المسلمين يخاف ويرجعوا للكتال المعدس لأنه البراهين التي يقدمها للكتال المعدس تسد عين الشمس طيب إيه اللي قدمه بقى الكرآن عن المسيح يقوله كده إذا علمتك الكتاب والحكمة والطورات والإنجيل يعني ربنا بيقول للمسيح أنه علموا الكتاب والحكمة والطورات واللي معرفش الكتاب هنا بيشير إلى إيه هل بيشير إلى التوراة ولا بيشير إلى حاجة تانية كالحاجة اسمها الكتاب لأنه التوراة تلخيص للعهد القديم والإنجيل علمتك الإنجيل زي علموا الإنجيل أنا إنجيل وعدين يقوله استخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني برضو دي جابها منين جابها من إنجيل الطفولة الحاجات دي لو حقيقة لأنها يعني لو التلاميذ حابين يقدموا المسيح صانع المعجزات اللي بيبهر الناس مع إنها مش حقيقة كانوا ممكن يكتبوا الحاجات دي لكن لأن الإنجيل حقيقة صدق فهو بيكتب ما حدث والإنجيل ما بتقول لناش إن المسيح صانع من الطين طائرة وهو طفل طيب أي أخرى أبرئ الأكمة والأبرس وأحيي الموت بإذني ماشي طب أي يعني إيه يعني دفين مين دوا طب عملتها في أني حتة في أني منطقة طيب هل عملتها في اليهودية أو عملتها في الجليل طب هل الأبرس أو الأكمة والموتة طب هل دول ليهم أسماء ولا همش أسماء هل ليه عاشوا في أماكن ولا ما عاشوا هو هو زي ما قلت هو بيهرب بيهرب من ذكر أسماء وأشخاص وأماكن وأحداث يهرب من التفاصيل وبعدين حاجة تانية يقول لنا إن هو نزلهم ميدا من اسامة إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم أولا عمر الحواريون ما قالوا للمسيح يا عيسى ابن مريم لما نقرأ في الأنجيل كان دايما يا معلم يا معلم رباي فقط نقرأ مثلا عن بارتماوس أو غيره كان يصرخ ويقول يا يسوع ابن داود يا يسوع ابن داود لكنه ما فيش حد في كتاب أدس كان يقول يا عيسى ابن مريم وما فيش حد من التلميذ أبدا نداه بابن مريم لكن كمل إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء عايزين بقى نشوف كده انت بتنادلنا بإله هل هذا الإله يستطيع أن ينزل مائدة من السماء فقال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا عايزين نتطمن اللي انت بتقوله دا صح ولا غلط انت حقيقي ولا مش حقيقي قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين يعني يعني جابوها منين دي هو على فكرة متلخبط ما بين المن اللي ربنا أنزلوا من خلال موسى وكان الشعب بيأكل منه أو متلخبط ما بين أيضا سمي عن الرؤية اللي شافها بوتروس في المنام في أعمال روس الأصحاح سبعة والملاية اللي نزلة من السماء وفيها كل الحيوانات أيضا نوه وبعدين حتى هنا خلوا بالكم ده عكس الأناجيل يعني اللي بتقال هنا ده خليني كده اللي بتقال هنا عكس عكس الأناجيل الأناجيل في الأناجيل طلبوا من المسيح آية أرينا آية ورينا عملنا آية رب رفض يعمل آية قال لهم لا تعطى لكم إلا آية يونان النبي وقال لهم أنتوا جيل غير مؤمن وشرير تطلبونا آية هنا في القرآن هو بيعمل الآيات علشان يظهر نفسه في الأناجيل عمر المسيح ما عمل آيات لكي ما يظهر نفسه ده المسيح كان بيعمل الآية ويقول اللي عمله الآية يقوله ما تقولش مين شفاك الكرآن بيقدم صورة مختلفة شخص شخص هنا شخص مختلف شخص غير اللي احنا بنقر عنه في الأناجيل شخص كل همه أنه يبرهن على أنه هو نبي الله في الأناجيل صنع المعجزات والآيات والآيات التي كان يسوع يصنعها لها غرض وهدف مختلف نهائيا عن كده وبعدين وأنبئكم بما تأكلون المسيح كان يعني بيلعب مع صحابه وكان يقول للولاد بحسب التفسير الإسلامي يعني كان يقول للأولاد أمكم عامل الأكل ومخبيه فيه وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم وأبوكم شايل الفلوس فين ويروح العيال يدوروا على الأكل في البيت ويطلعوه فكان هو بينبئهم ساحر من صاحب رسالة المسيح في الكرآن ساحر من صاحب رسالة لأنه لو كان صاحب رسالة بحسب الكرآن كان الكرآن تهتم بتعليم المسيح والتركيز على تعليم المسيح وعلى حياته وماذا كان يقول والحكمة الخارجة من فمه لكنه هو هو ما يهتمش بكده قصة الميدة دي عن قتادة عن جابر عن ياسر بن عمار عن محمد أنه قال انزلت المائدة عليها خبز ولحم وذلك أنهم سألوا عيسى طعاما يأكلون منه ولا ينفذ يعني حسب التفسير أنه هم مش طلبوا مائدة لا هم طلبوا مائدة عليها طعام ما يخلص فقال لهم اني فاعل ذلك أنا هعمل دوان اللي انت عايزين هعمله من إمتى المسيح كان بيعمل اللي الناس كانت عايز كويس اني فاعل ذلك وأنها مقيمة لكم ما لم تخبئوا أو تخونوا يعني هتفضل موجودة الطعام دو هيفضل موجود لا ينتهي طول من ما بتخبوش منه حاجة ولا بتخونه وكأنه هو على فكرة هو متلخبط فكرة انك تخبئ منه حاجة دي كانت مرتبطة بالمن ان انت ما ينفعش تاخد اليومين لان لانك لو خدت اليومين اللي انت خدته هيفسد اليوم الوحيد اللي تاخد فيه مضاعف اللي هو اليوم اللي قبل السبت فتأخذ يوم الجمعة وتأخذ اليوم السبت لان السبت فيه راح والمن يعود في بيتك كأنه فريش وكان هذا المن لا ينفذ كل يوم كانوا بيجدوا المن فأنا ما عرفش وهو كاتب القرآن ملخبط القصص مع بعض المسيح أشبع جمعة بس أشبع جمعة بسمكتين وتلاقوا خمس خبزات مش بمائدة وبعدين مائدة لا تنفذ بس بشارت قوعوا ان انتم تخبوا حاجة او تخونوا فإن فعلتم ذلك عذبتم اذا اذا خنتم وخبيتوا ربنا هاعذبكم فما مضى يومهم حتى خانوا وخبقوا ما مضيش يوم حتى وانهم خانوا وخبقوا فرفعت المائدة رفعت انا معرفش المائدة دي كان حجمها دقيقية انا عايز اتخيلها لبني اسرائيل كده ما انت بتقول مائدة يبقى حاجة عليها طعام كويس يعني المن ما كانش مائدة المن كان بيجدو على وش الارض ويجمعوه انما تكلم على مائدة نزلة ومائدة طلعة طب انت انت المائدة دي بحجمي هل هي بحجم اليهودية يعني هل هي بحجم منطقة اليهودية طب هي غطت الجليل طيب معاها هل هي هل هي كمان نزلت على الرومان اللي كانوا محتلين اليهودية في ذلك الوقت يعني الواحد ممكن يسأل اسئلة يقدر يوصل اللي انت بتقوله ده فلما رفعت شوفوا بقى موسخوا قرد وخنزير اليهود اصبحوا قرد وخنزير طب هل هم من ذلك الوقت قرد وخنزير عرف خرافات وخزع بلات ليس لها اي سند وبتتقال وخلاص لما نيجي بالكتاب مؤدس الغرض من معجزات المسيح ميز زي القرآن المسيح في القرآن زي ما قلت ساحر هو ساحر كل اللي بيعمله يبهر الناس او يحاول انه يدافع عن نفسه او يحاول انه يبرهن علي انه صح خويس الغرض من معجزات المسيح مختلف في القرآن هو الدفاع عن نفسه او امه ومحاولة اقناع اليهودية بنبوته ده المسيح وهو مقبوض عليهم قال لهم الا تعلم او الا تعلم انه ممكن اطلب من ابي فيرسل جيشا المسيح كان يقدر على كل حاجة لكن عمره ما كان بيعمل حاجة لمصلحته هو جاي يخدم جاي يضع نفسه فدية عن كثيرين ده المسيح فالمسيح حبائي مختلف اختلاف كل عن ما يقدمه الكرآن عن الدافع الدافع وراء خدمة المسيح ناخد مدخلة الاخ زكريا اهلي اخ زكريا البرنامج على الكتاب المقدس وبرنامج اكاديمي يعني يسيب ان يدرس الاكاديميات يعني اشكرك اخو يا زكريا اشكرك اشكرك انا عايز اسألك سؤال فعلا انت كمسلم سابق ماذا ماذا كان يقول القرآن عن معجزات المسيح هل فعلا كان بيقدم صورة حقيقية عن معجزات المسيح ام ان الصورة اللي قدمها صورة مزيفة بس دقيقة كتبت في الموضوع يعني مهوم دحقوا علينا اول كنا ندرس ندرس المادة السلامية يجب ان تلغى ليس تتمنى دماء ارهابية دماء ارهابية وقتل غير مسلم دماء ارهابية الخط شوية بيقطع والصوت متقطع مش ايو هم كانوا هم كانوا يقولون عن المسيح انه عيسى 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 معناه باللغة هي هو ماء البعيد يعني ولكن هذا خطأ حتى يعني النبي الله قالوا يونس والنبي الله اخنو قالوا عنه بانه ادريس دارس كتب ضحكوا علينا يا اخي ضحكوا علينا اشكرك اخويا زكريا شكرا لك اتفضل اتفضل اكمل ايو في القرآن كله كذب يعني جدا النخلة وكذل ان مريم انحنل جدا النخلة يقول عيسى ومرا يسوع يزمن يسوع جدا النخلة الذي انحنل لها عجل قبطية ولي ابنيها اسماعيل يعني هو نفسه كذب علينا وهذا هي قبطية وليست حرابية واسمه اسماعيل هو اسماعيل واسمه اسماعيل وهنا كذب اشكرك شكرا لك اخويا زكريا شكرا لك لأجل المعلومة لحضرتك بتقدمها يعني معلومة اخرى يعني حتى ابراهيم لم يبني الكعب الكعب كانت مبنية قبل قبل يعني يعني مبهر حضارات اخرى يعني هذه معلومات اكيدة من عند حضارات خارجة النقطة اللي حضرتك عايزة تقدمها وصلت انه ما يقدم الكرآن من معلومات هو معلومات مغلوطة ابتداء من العهد القديم وحتى العهد الجديد شكرا لك طيب في الاناجيل بقى الغرض من المعجزات ايه لم يكن ابدا غرض المسيح من المعجزات هو انبهار الناس ولا ولا انه يدفع عن نفسه ابدا ولا انه يعني يستجيب لطلب الناس ان اعمل لنا معجزة حاضر اعملكم معجزة اللي انتو عايزين وانا هعمله بس تؤمنوا بيا عمره ما عمل كده ولا حتى عمره ما عمل معجزة ولما لما كان رد فعلهم عكس اللي هو متوقع عمره ملا عنهم ولا صيرهم كرد ولا خنازير ده شاف عشرة برس واحد بس منهم رجع وشكر والتسعة ولا كأنهم يعني يعرفوه لكنه يقول الكتاب كان يقول يصنع خيرا ويشفي كل المتسلط عليهم إبليس كتاب مؤدس اتكلمني عن معجزات المسيح بالتفاصيل ذكر لي المكان وذكر لي الأحداث وذكر لي المناسبة ليه المسيح عمل المعجزة دي وعملها فين وعملها مع مين ومين اللي كان موجود ومين اللي رأاها ومين اللي شاف ها ومين اللي اختبرها كتاب مؤدس لأنه شاهد عيان بيكتب التفاصيل بدقة متناهية وعش كده زي ما قلت الكرآن يخشى التفاصيل ويخاف من التفاصيل يرتعب من التفاصيل فهي تجنبها هو هو كل يعمله انه يسمع الحكاية صحة ولا غلط ويروح ايه مسجلها لكنه ما يرجعش لي للتسجيلات الحقيقة ويبحث ويدقق اللي بيقوله ده صح ولا غلط معجزات المسيح في الكتاب المؤدس الكتاب المؤدس او الانجيل الاربعة سجلت لنا ستة واربعين معجزة ستة وثلاثين معجزة صنعها يسوع طبعا هذه المعجزات زي ما احنا كلنا عارفين هي معجزات منطقة وليست كل ما صنع يسوع لانه كتاب يقولنا ايات اخرى صنع يسوع وشفى جميع المرضى وقاتوا اليه بكل المرضى والسقماء فشفاهم كان يدخل المدينة كانت المدينة تنقلب ويأتوا بكل المرضى اللي فيها فيشفيهم فالمسجل في الانجيل هو مجموعة صغيرة جدا من ما صنع يسوع هذه المعجزات اظهرت سلطانه على الطبيعة عندنا تسع معجزات اظهرت سلطان المسيح على الطبيعة واصالت سلطانه على المرض تسعتاشر معجزة اظهرت سلطانه على المرض وسلطانه على الارواح الشريرة خمس معجزات وسلطانه على الموت تلات معجزات القرآن ما بكلمنيش عن كده القرآن اختزل حياة المسيح تلات سنين حياته في الخدمة انه نزلنا ميدة فنزلهم ميدة بس بشرط شف الاكمة والابرس واقام الموت طب وبعدين مين دول بقى مذكرش حاجة كياني مثلا انه هكتب عن عن موسى فاقول موسى شاء البحر طب مين موسى ده هو بس كده اللي عمله بس انه شاء البحر وانهي بحر وفي اي حتة ومع مين وإيه الاحداث اللي كانت قبل الشاء والاحداث اللي بعد شاء البحر مفيش فلما نيجي للاناجيل بقى معجزات المسيح كانت اعلان رحمة الله معجزات المسيح كانت اعلان محبة الله معجزات المسيح كانت اعلان حضور الملك حضور المسيح مجيء المسيح وسط شعبه الكلمة الذي صار جسدا لما نيجي على معجزاته مثلا وده يعني بسرعة كده معجزاته المتعلقة بسلطانه على الطبيعة تحويل الماء للخمر تهدئة العاصفة والبحر المشي على المية اكثار السمك في الشباك اشباع خمسة الاف رجل بالاضافة الى النساء والاطفال اشباع اربعة تلاف السمك التي فيها استارا شجرة التين التي يبست اكثار السمك للمرة التانية كل دي معجزات اظهرت سلطان المسيح على الطبيعة على الكائنات الغير عاقلة كالاسماك يعني يعني البحر والطبيعة كانت تسمع صوت وبتطيع نيجي مثلا لمعجزات الشفاء شفى الابرس شفى عبد قائد المئة شفى حمد بوتروس شفى المفلوج شفى نزفة الدم شفى الاعميين شفى ايضا الانسان الذي يده يابسة شفى ابنة امرأة الكنعانية شفى الغلام الذي كان به روح شيطان شفى الاعميين في اريحة شفى الاعمى في بيت صيدة شفى المرأة المنحنية شفى الانسان المصاب بالاستسقاء شفى العشرة البورس شفى الاصم والاعقد شفى المولود اعمى شفى اذن عبد رئيس الكهنة شفى ابن خادم الملك شفى مريض بيت حزدة اخراجه للشياطين القرآن ما يذكرش حاجة عن المسيح كان له سلطان على الشياطين وهنا بيجي سؤال ما الشيطان ما يحبش يفضح نفسه ولأجل هذا القرآن لم يذكر شيء عن اخراجه للشياطين اخرج الشيطان من مجنون كورة الجدريين شفى الاخرس الذي كان به شيطان اخرج الروح النجس اخرج شيطان من الغلام اخرج الشيطين من الانسان الاعمى والاخرس معجزات اقامة الموتى واللي اختار كتاب ثلاثة بس اقامة ابن تييروس اقامة ابن الارمالة اقامة العاذر المسيح شفى عن بعد وشفى عن كرب المسيح لمس المريض فشفى ونطق بكلمة فشفى حتى لو مش موجود قدامه المسيح شفى حتى من لمست هدبثوا به ويجي ويجي الكرآن يقول لي احنا بنتكلم عن نفس المسيح انت بتقدم لي مسيح مزيف انا معرفهوش انت انت زعت من المسيح طبيعته ومحبته ورحمته وشفاقته وقدمت للمسيح الذي هو فقط ساحر يصنع المعجزات للدفاع عن نفسه وعن اثبات انه هو صح طب ليه المسيح كان بيصنع معجزات وما الذي اكدته معجزات المسيح ودي نقطة ما بتكلمش عنها ابن القرآن ما عرفهاش كلمني عن المعجزات هي اعلان لمجيء كلمة الله والكلمة صار جسدا كلمة الله الازل شخص يسوع المسيح الذي صار جسدا الكلمة الكلمة الذي خلق هو الكلمة الذي تجسد وعش كده كان بيصنع المعجزات ويتحنن على الناس المعجزات هي اعلان عن صفات الله وطبيعته اعلان عن محبته عن شفقته لما رأى يسوع ابن الأرملة اللي ميت والأم حزينة لأنها فقدت ابنها الوحيد وهي أرملة ليس لها عائل يقول الكتاب أنه يسوع اتجه نحو النعش لم تطلب من يسوع أن يصنع المعجزات ولم تصرخ إليه أن يقيم ابنها لكنه تحرك برحمة وشفقة نحوها وأقام ابنها وردوا ليها أعلن إيه هنا أعلن أنه محب أعلن أنه بيشفق أعلن أنه بيعرف مدى حزن الإنسان على فراق أغلى الأشخاص مش عشان يزهر يعمل شو ويقول لهم أنا هو قدامكم بقى أنا أمن بيا ما عملش كده المسيح المعجزات كانت إعلانة عن صفات الله وطبيعته المعجزات تعبير عن حضور الله الله في وسطينا طب إذا كان الله في وسطينا هيشفي وهيقيم وهيحي وهيمدي إيده وهيرحم وهيشفق حتى كل معجزات الكتير مؤدس ما هي إعلان لحضور الله بصورة أو بأخرى المعجزات هي إعلان لمجيء الملك ومجيء ملكوته قد أقبل عليكم ملكوت السماوات حب الله الفعال نحو الإنسان حب الله الفعال وعش كده الجموع كان بتيجي اليسوع بالألاف لأنه كل ما كان في يسوع كان حب تجاه الناس في كل أعماله ظهرت محبته محبته للأبرس محبته للأعرج محبته للمفلوج بالرغم من أنه في خطية كانت في حياته وقال له مغفورة لك خطيئك شفقته عطفه حنانه حتى الزنا مغفورة لك خطيئك اذهبي ولا تخطئي ثانية يا ده يسوع اللي احنا نعرفه معجزات المسيح كانت تحقيق لنبوات العهد الأديم معجزات المسيح كانت إعلانا على قدرة المسيح على غفران الخطايا المعجزات هي تأكيد على أن المسيح هو المسيح لما قال لتلاميذ يحنى اذهب واخبر يحنى بما تسمعان وتنظران العم يبصرون والعرج يمشون والبرس يطهرون والصم يسمعون والموت يقومون والمساكين يبشرون وطوب لمن لا يعثر فيه ده يسوع اللي نعرفه ده يسوع اللي احنا نعرفه الذي أحبنا وفي محبته أتى إلينا وعندما عاش وسطينا كان يصنع معجزات ليعلن محبة ورحمة وشفقة إلى أن نلتقي سلام المسيح مع حضرتكم